الأحماض والقواعد يوجد عدة تعريفات لكل من الأحماض والقواعد، ولكن الأشهر على الإطلاق هو ذلك التعريف الذي ينص على أن الأحماض هي المواد التي تطلق أيونات الهيدروجين H+, وأيونات الهيدرونيوم H3O+, حيث يتحد أيون الهيدروجين مع أيون الماء لتشكيل أيون الهيدرونيوم. أما القواعد، فهي مواد تستقبل أيونات الهيدروجين H+, وذلك عند ذوابانها في الماء، حيث إن أيونات الهيدروجين تنجذب إليها وتتكون أيونات الهيدروكسيد OH-. الأيونات تعتبر الذرة متعادلة كاربائياً، أما إذا فقدت إلكتروناً أو أكثر، فإنها تسمى أيوناً موجباً أو كاتيون. وذلك لأن عدد البروتونات الموجبة زاد على عدد الإلكترونات السالبة. أما إذا اكتسبت الذرة إلكتروناً أو أكثر، فإنها تسمى أيوناً سالباً أو أنيون. وذلك لأن عدد الإلكترونات السالبة زاد على عدد البروتونات الموجبة. خصائص الأحماض أولاً، الأحماض مذاقها لاذع. ثانياً، تؤثر في الكواشف. ومعنى ذلك أنه عند وضع ورقة نبات تباع الشمس في الأحماض، فإن ورقة تباع الشمس الزرقاء تحمر. ثالثاً، تتفاعل الأحماض مع بعض الفلزات وتنتج غاز الهيدروجين، حيث إن الفلزات هي تلك العناصر المرتبة في يسار الجدول الدوري الحديث وفي المنتصف، وتتميز بمظهرها اللامع، بالإضافة لأنها جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. رابعاً، الأحماض تتعادل مع القواعد مكوّنة ملحاً وماءاً. خامساً، محالل الأحماض المائية موصلة للتيار الكهربي. خصائص القواعد أولاً، لها ملمس زلق كالصابون. ثانياً، ذات طعم مر. ثالثاً، تعتبر القواعد مواد دكاوية تسبب الحروق الضرر للأنسجة. رابعاً، موصلة للكهرباء لاحتوائها على أيونات. خامساً، أقل نشاطاً من الأحماض عند التفاعل مع الفلزات. مقياس الرقم الهيدروجيني الـ PH الرقم الهيدروجيني الـ PH هو مقياس لحمضية المحلول أو قاعديته وتتدرج قيمته بين 0 و14 حيث تتدرج قيمة المحاليل الحمضية بين 0 و7 وتكون المحاليل الأقرب للصفر هي الأعلى حموضة. أما القيم من 8 لـ 14 فهي قيم الـ PH للمحاليل القاعدية وتكون المحاليل الأقرب لـ 14 هي الأعلى قاعدية.